ضمن خطط السعودية لاستيناف عمل منافذها الدولية تستعد الجمارك السعودية ممثلة بالمركز الوطني للوسائل الحية لتنفيذ خططها للتعرف على حالات اشتباه الإصابة بفايروس كورونا باستخدام فصائل معينة من الكلاب المدربة ذات القدرات الفائقة لازمنا في طور استكمال التجربة حتى نحقق فيها الإيجابية كاملة قطعنا شوط وشوط رائع جدا ولله الحمد خلال فترة بسيطة سنكمل إن شاء الله ونبدأ نشتغل في الصلاة القدوم المسافرين في المطارات الدولية تتميز الفصائل المستخدمة للتعرف على فايروس كورونا كوفيد 19 بقدرتها على شم رائحة على بعد 40 قدما تحت الأرض مع انتلاكها لأكثر من 125 مليون خلية لحاسة الشم إلى جانب رشاقتها ولياقتها العالية طبعا بدينا في تدريب الوسائل الحية على اكتشاف فيروس الزوكام كونها أقل خطورة من الكوفيد 19 بعد نجاح التجربة دربنا الوسائل الحية على اكتشاف اللي هو الفيروس كوفيد 19 وكانت النتاج الحمد لله إيجابية ومشجعة فاقت 80% من النجاح في الاكتشاف تختلف هذه الفصائل عن بقية الكلاب المدربة بألفتها مع المدنيين حيث تكتفي حين اكتشاف حالة الاشتباه بالاختراب من المشتبه به والجلوس بجانبه بهدوء وبلا نباح من الرياض حسين بمسعد العربية